كنا نتحدث سابقا أنه يجب عليك تذكر حفظ الصورة التي تحتوي على لوحة الألوان التي تعجبك حيث تستطيع استخدامها كمرجع ألوان لاحقا الآن سأريكم كيفية إنشاء لوحة ألوان من صورة لاستخدامها في بطاقتكم الإلكترونية سنستخدم برنامج جامع الألوان المجاني Adobe's Free Color Pica اذهب إلى color.adobe.com لرفع الصورة إلى الموقع اذهب إلى إيقونة الصورة في أعلى الزاوية اليمنى وانقر فوقها سأستخدم واحدة من صوري من تقرير Revolution Decoded كما ترون سيقوم البرنامج تلقائيا بالبحث عن الألوان التي تتطابق مع صورتك ونظرا لأن ألواني بسيطة جدا فلن يسمح لي باستخدام الميزات على اليسار هنا ولكن لو قمت برفع صورة لكان قد سمح لي باستخدامها وهي تساعدني بشكل أساسي في اختيار الألوان الأفتح والأغمق وما إلى ذلك اختر سلوباً للوحة الألوان التي تعجبك في أعلى اليسار أنا مسرور بهذه الألوان وسوف أقوم بحفظها من خلال الذهاب إلى عجلة الألوان في الجهة اليمنى والتي سوف تعيدك إلى الصفحة الرئيسية وهذه هي لوحة الألوان الخاصة به انظر في الجزء السفلي من الشاشة إلى قيم RGB و HEX إنها قيم HEX التي تريد استخدامها في Google Drawing لذلك اكتب ملاحظة خاصة بالأرقام كما يمكنك توسيع القائمة لمعرفة قيم CMYK سجل هذه القيم إذا ما كنت تريد استخدامها مرة أخرى أو كبديل عن ذلك إذا كنت تستخدم برنامج أدوبي يمكنك تحميل لوحة محمولة لتستخدمها في برنامج التصميم أدوبي الذي اخترته تذكر أن برنامج أدوبي هو البرنامج المعياري للتصميم لذلك إذا كنت تستخدم برنامج Photoshop أو برنامج InDesign فيمكنك فعلياً تحميل هذه اللوحات من هذا الموقع والعمل بها مباشرة في برامج أدوبي الأخرى الخاصة بك والتي هي مفيدة فعلاً